تحت عنوان مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة واقع وتحديات نظمت جامعة سهاج الملتقى التربوي السنوي لقسم أصول التربية بحضور مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجال أصول التربية وطرق التدريس الملتقى أو المنتدى بناقش قضية مهمة جدا بتهم كل العالم العالم مش مصر بس ولا الوطن العربي العالم كله بيتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة ليصعب ملاحقتها بشكل مستمر احنا متكلم عن الثورة الصناعية الرابعة وعن ما يعرف بانترنت الاشياء والتطورات المزهلة في عالم التكنولوجيا والاستخدام الكسيف للتكنولوجيا وظهور الروبيتات والتطور اللي حادث فيه الروبيتات نحن في الثورة الصناعية الرابعة هذه الثورة لها خصائص متنوعة ومتعددة منها الزكاية الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار وأنظمة النقل الذاتي وهذه الثورة تقوم على المصدر طاقة رئيسي وهو قطعت فيه بعض الدول شوطا طويلا وهذا المصدر هو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تناول الملتقى قضايا جوهرية وحيوية في مصر أهمها كيفية التناغم مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يشمل مناحي الحياة كافة ومواجهة المستقبل بتحدياته الكبيرة جامعة سهاج تم تطويرها وتطوير البنية التحتية فيها على مستوى عالي لكي تكون جاهزة لتلقي أو لتحويل الجامعة إلى الجامعة الزكية أو جامعة المرقمنة الملتقى بيأتي في إطار مواجبة جامعة سهاج لتحديات العصر الرقمي أو الديجيتال إيش وإحنا كباحثين بيمثل لنا إضافة كبيرة في المجال البحثي ونقلة في مستقبل التعليم وجعل الباحثين على دراية بما بالجديد والحديث في المهن المستقبلية وفي ضوء الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة وأثارها الآنية والمستقبلية على التعليم في مصر كان محور أوراق بحثية قدمها المحاضرون والتي أجمعت على أن مصر تدخل عصر الرقمنة بقوة بفضل علماء أخذوا على عتقهم عبور مصر للمستقبل